دكتورة بالنسبة للعلاج أو الخروج من حالة العناد كيف الزوجة يتعامل مع موضوع هذا؟ هل يتجاهل الزوجة العنيدة؟ أكبر غلط بقى الله يفتع عليك يا مونة صراحة أكبر غلط أن يبقى ييجي زوجة عنده زوجة عنيدة أقولك أتجاهل لسأنا أجيب لي نفسي وجهة الدماغ فأنا أتجاهل الأمر، الأمر ده من الصحي خالص الصحي أن أنا عالج المشكلة في وقتها، ليه؟ لأنني لو سبت المشكلة لبعد كده بتكبر وعدم المرادة في وقتها وعدم الصلح بيروح أنتقول لك الضواتي تما هو أزاني أو هي أزاتني فبيروح، إيه اللي بيفتكروا العقل؟ الأزية لا بيفتكر أن هي كان موراها إيه؟ لكن أنا نصحتي صراحة لكل زوج عاوز يعني يعالج حاجة زي كده ويتعامل مع الزوجة عنيدة أولاً افهم أسباب عناتها رقم واحد هي عنيدة ليه؟ عنيدة علشان أنت شخصانك قدر؟ عنيدة علشان أنت خزلتها؟ أنا داية علشان أنت دايماً هدام ونقض ولوم ونقض ولوم ومقارنات وكذا فهي خلاص كان هتسمع منك أي حاجة فأي حاجة أنتقول هتعمل عكسها؟ لازم تفهم أسباب كده ولا هي بتدافع عن نفسها؟ ولا هي بتدافع عن أولادها؟ من ضمن الحاجات الجميلة اختار الوقت المناسب وحافظ على هدوءها قدر المستطاع خلي النقاش في وقت مناسب لها وأنك أنت تحافظ على هدوء كمان من ضمن الحاجات اوعى تتمسك برأيه وخصوصاً لو هو حاجة مش من ضمن اختصاصاتك كراب والكذوب يعني مثلاً ييجي زوج يخش هو أنت ليه سايبة السمنة دي وجايبة مش عارفة من الزيت ده؟ لا ما لكش بالكلام ده مع خاص الزوجة لأ أنت ليك أن أنا مصرفش في الحاجة وأن أنا ما عملش بكذا وأنا مش هلعايزة تأخن نفسي ولا تأخنك ما تقلقش لكن ملاكش أنك يعني دي حاجة خاصة بالمرأة يعني مطبخها ترتبها حاجات إلا إذا كانت مش مهتمة بالنظافة مش مهتمة بالترتيب والتنظيم فبتدي تلمحات ممكن بس تدوت دوت كذا ممكن ده يتمسح طب هاتي وأنا ساعد معاك يعني بلطفة ألفة نظرها لكن تيجي تتدخل هو أنت ليه بقى مثلا أنا عملتي ده حباية وحباية وده بس أنت شعرية وهو لا 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 أنت قول أنت عايز تاكل إيه وهي هتفنم لك لا أش هتاكل اللي هي هتعبره هتاكل هتاكل فنقصد ما تتمسكش برأيك في أمور تخصها بنسبة 90-95% بحي تتجرها للعنات لكن اتمسك برأيك في أمر خاص بيك كراجل وخاص بمنظومة البيت وخاص بالزواج رأي مصيري رأي تبنى عليه كرارات تتمسك بيه طالما أنت شايف وهو ده وأصلا خلص هي عليها أنها تنصحه بس لكن أمور خاصة ما فيش جاعة تتمسك برأيك فيه